بمساحة تقارب منطقة مدينة سيدني العمرانية في استراليا أو مدينة لندن الكبرى في بريطانيا انفصل جبل جليدي هائل عن جرف ايمريل متجمد في شرق قارة انتركتيكا وفقا لمراقبين خبراء جبل الجليد المنفصل الذي سمي بيدي 28 رصد انفصاله بواسطة قمرين اصطناعيين بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر وتقدر مساحته باكثر من 1600 كيلو متر مربع ووزنه 315 مليار طن ووفقا للعلماء فهذا هو اول حدث كبير في منطقة الجرف الجليدي ونظرا لحجمه الهائل فسوف تتم مراقبته وتتبع حركته لما يشكله من خطر في المستقبل على الملاحة كما ان الانهيار حدث في الجهة الشرقية للقارة الجنوبية وهي الاسرع سخونة بسبب التغير المناخي وبالرغم من ان الحادثة فريدة من نوعها والارقام تبدو هائلة الا ان العلماء اكدوا ان لا علاقة لها بالتغيرات المناخية فقد تم التنبؤ بحدوثها عام 2002 من النقاط المثيرة انه ينبغي تجنب الخلط بالنسبة للرأي العام هذا الامر ليس عائدا الى تغير المناخي الغطاء الجليدي يجب ان يخسر من كتلته وهذا طبيعي الكتلة المنفصلة سميت ايضا باسم السن المفقود نظرا لوجه الشبه الكبير بين شكلها في الصور الملتقطة لها من الفضاء وشكل سن الطفل الذي يشك على السقوط وكان اكبر جبل جليدي نتاج عن الجورف امري قد ظهر في ستينيات القرن الماضي وبلغت مساحته حوالي 9000 كم مربع على السرحان العربية